تمديد الهدنة في غزة يومين إضافيين هكذا أعلنت وزارة الخارجية القطرية في إطار مساعي الوساطة التي تقودها مع مصر والولايات المتحدة أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنها اتفقت مع الإشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليومين بنفس شروط الهدنة السابقة من جانبها نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مكتب رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو أن الأخيرة لقى قائمة من عشرة أسرى من المقرر أن تفرج عنهم حماس اليوم بينما ستطلق إسرائيل صراحة ثلاثين طفلا فلسطينيا وثلاث نساء بموجب اتفاق الهدنة يتحدث نادي الأسير الفلسطيني عن ستين أسيرة فلسطينية ما زلنا في سجون الاحتلال بينهن ستون وخمسون اعتقلنا بعد السابع من أكتوبر إعلان جاء بعد ساعات فقط من اتهاء الهدنة الأولى التي بدأت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري تمديد سيتيح للمدنيين وقتا إضافيا لقضاء بعض احتياجاتهم تأمل الدوحة أن تفضي الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار ومن أجل ذلك تكثف اتصالاتها مع الجانب الأمريكي لاستمرار جهود إيقاف الحرب رحب البيت الأبيض بإعلان تمديد الهدنة في قطاع غزة وأشار إلى أنه سيواصل التأكيد للإسرائيليين على أهمية مراعاة المدنيين أثناء عملياتهم العسكرية كما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة تمديد الهدنة في غزة بارقة أمل إنسانية وسط ظلمة الحرب على الأرض ما زال جيش الاحتلال يعرقل إيصال المساعدة إلى شمال غزة الذي يتعرض لحصار خانق ويمنع الناس حين منه من العودة إلى بيوتهم عمر أبو ثواب تلت عربي اشتركوا في القناة